اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعول سوف نوصل إلى 100 ألف فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023 خيار بيني ذيك نضم الحملتنا توصيل القناة إلى 100 ألف اشتراك هذا ما قاله هذا اللاعب الأهلاوي عن الوداد اعتبر الدولي المصري السابق والنجم الأهلاوي عماد متعب أن الوداد ومسؤوليه وجماهيره ليسوا طرفا في أزمة الأهل المصري مع الكاف بشأن أزمة ملعب نهائي دور أبطال إفريقيا معترفا بتقصير الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الأمر وقال متعب في تصريحات أن قلتها جريدة اليوم السابع المصرية على الأهل أن يضمن بداية حقوقه في نهائي دور أبطال إفريقيا وبعدها يبدأ التخطيط وتجهيز للمباراة وهناك تلميحات بأن باكاري قاسما هو حكم المباراة النهائية وعلى الأهل أن يرفض رفضا تاما وعليه أن يطلب حكام أجانب ولو على الأقل حكام الفار ليضمن العدالة والحفاظ على حقوقه وأضاف الملعب يتم تقسيمه لنصفين نصفه للجمهور الودادي والنصف الآخر للأهلاوي وعلى الأهل شراء 50% من التذاكر حتى لو سيعرضه للخسارة للتقليل من عدم زماهير الخسم والتأكد من عدم حضور الجماهير في المدرجات مخصصة لها بخلاف زماهيره والتخفيف على الضغط الذي سيقع على اللاعبين وأكد تأكيدا قاطعا على أن الودادي الرياضي لا دخل لها في هذه الأزمة بين الأهل والكعف نهاية الفيديو دمتم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء